السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الأول ابتدائي الفصل الدراسي الأول معكم معلمتكم حصر مح نستعرض سويا قوانين التعلم عن بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البيت للتوجيه والإرشاد وإحضار الأدوات اللازمة موضوع درسي لهذا اليوم هو الجلوس الصحيح الهدف العام معرفة الجلوس الصحيح الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على الجلوس الصحيح أن يربط الطالب والطالبة بين الجلوس الصحيح واستقامة الظهر أن يطبق الطالب والطالبة مهارة الجلوس الصحيح في المنزل والفصل وأثناء اللعب والسيارة وأثناء الأكل أن يفرق الطالب والطالبة بين الجلوس الصحيح والخاطئ أن يتعرف الطالب والطالبة على أضرار الجلوس الخاطئ الجلوس الصحيح ماذا ترون في الصورة الأولى؟ هنا الطالب يجلس على جهاز الحاسب الآلي هل جلسته صحيحة؟ أحسنتم يا طلابي جلسته صحيحة لماذا؟ لأن كتفه إلى الخلف واستقامة ظهر ورأسه إلى الأعلى هذه جلسة صحيحة لا تؤذي الظهر ورقم اثنان هنا ماذا ترون؟ أين الطالب هنا؟ أين الولد هنا؟ أحسنتم هو في السيارة أحسنتم في السيارة ماذا يجب علينا؟ أحسنتم يا طلابي أن نجلس جلسة صحيحة ونربط حزام الأمان نجلس جلسة صحيحة الكتف إلى الخلف والرأس إلى أعلى واستقامة للظهر ونربط حزام الأمان أحسنتم يا طلابي والصورة رقم ثلاثة هل استقامة الظهر صحيحة؟ أحسنتم هي جلسة صحيحة واستقامة الظهر صحيحة والصورة رقم أربعة هنا نورة تجلس على الأرض هل جلستها صحيحة؟ أحسنتم جلستها صحيحة لماذا؟ أحسنتم لأن استقامة ظهرها أحسنتم ورأسها إلى الأعلى أحسنتم هذه أمثلة على الجلوس الصحيح وهل أنتم يا أبناء تجلسون جلسة صحيحة؟ أحسنتم نجلس جلسة صحيحة الآن أحسنتم يا طلابي والجلوس الخاطئ يا ترى ما هو الجلوس الخاطئ؟ نرى في الصورة ماذا ترون هنا؟ هنا جلوس خاطئ لماذا؟ أحسنتم لأنه لأن الظهر منحني أحسنتم يا طلابي الظهر فيه منحني ورقم 2 الصور رقم 2 الظهر منحني إلى الأمام هل جلوسه صحيح؟ خاطئ كذلك هذا جلوس خاطئ لماذا هو خاطئ؟ أحسنتم يا طلابي لماذا هو خاطئ؟ أحسنتم يا طلابي لأن الظهر غير مستقيم ولماذا هناك خطر؟ أحسنتم ماذا يحدث لنا عند الجلوس الخاطئ؟ آلام في الظهر أحسنتم يا طلابي وآلام في الكتف أحسنتم يا طلابي طريقة الجلوس الصحيح أن تكون الأكتاف إلى الخلف طلابي تكون أكتافنا هنا الكتف إلى الخلف عند الجلوس والصدر إلى الأمام والرأس إلى أعلى أرفع رأسي إلى أعلى لا أنزل برأسي والظهر مستقيم يكون هناك استقامة للظهر استقامة للظهر هناك استقامة للظهر أحسنتم طريقة الجلوس الصحيح مثل ما رأينا هنا الطالب والطالبة في غرفة الفنية يجلسون جلسة صحيحة ما هي طريقة الجلسة الصحيحة؟ أحسنتم يا طلابي أن يكون الكتف إلى الخلف يكون الأكتاف إلى الخلف والصدر إلى أعلى والرأس الصدر إلى الأمام والرأس إلى أعلى والظهر مستقيم هذه طريقة الجلوس الصحيحة هذه طريقة الجلوس الصحيحة السلام عليكم يا أصدقائي هل جلسة صحيحة؟ هل ترون هنا الطالب؟ هل جلسته صحيحة؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي جلسة الطالب هنا صحيحة واستقامة الظهر صحيحة والرأس إلى أعلى الرأس إلى أعلى هنا الجلسة صحيحة ولدينا هنا الدماء نستخرج ما هي الجلسة الصحيحة والجلسة الخاطئة ما هي الجلسة الصحيحة والجلسة الخاطئة هل تنظرون هنا أين الجلسة الصحيحة والجلسة الخاطئة يا أبنائي أين الجلسة الصحيحة والخاطئة الدمية الكبيرة أم الدمية الصغيرة أحسنتم يا طلابي الدمية الصغيرة لماذا هي جلستها صحيحة؟ لأن ظهرها مستقيم والأكتاف إلى الخلف والرأس إلى أعلى هنا لماذا هي خاطئة؟ هناك فراغ بين الكرسي والظهر وهذه جلسة خاطئة تضر الظهر يا أبنائي كيف نتجلس دمية جلسة صحيحة؟ هنا تجلس دمية جلسة صحيحة عندما يكون الظهر مستقيما عندما يكون الظهر مستقيم فيا لابد يا طلابي وطالباتي أن نجلس جلسة صحيحة لماذا؟ أحسنتم يا طلابي لأن الظهر سوف يؤلمني لأن ظهري سيؤلمني إن جلست جلسة غير صحيحة مثلها مثل هذا والجلسة إلى الأمام ماذا ترون هنا؟ هنا الدمية تجلس إلى الأمام هنا هل جلستها صحيحة؟ خاطئة أحسنتم يا طلابي هنا الجلسة؟ خاطئة أحسنتم يا طلابي لا بد أن يكون الظهر مستقيما لا بد أن يكون الظهر مستقيما هنا أين الجلسة الصحيحة والخاطئة هنا؟ أحسنتم الدمية الصغيرة جلستها صحيحة والدمية الكبيرة جلستها خاطئة لماذا؟ أحسنتم يا طلابي لأن الظهر غير مستقيما هكذا تجلس الدمية جلسة صحيحة ولا بد عليكم يا طلابي أن تجلسون الآن جلسة صحيحة أحسنتم يا طلابي أحسنتم أحسنتم يا طلابي هكذا هي الجلسة الصحيحة والجلسة الخاطئة أحسنتم يا طلابي نذهب إلى النشاط رقم واحد في الكتاب أرسم دائرة حول الجلسة الصحيحة داخل غرفة الصف داخل غرفة الصف كيف أجلس؟ الصور رقم واحد ماذا ترون؟ نورة أحسنتم هل نورة تجلس جلسة صحيحة؟ ما هي الجلسة الصحيحة؟ أحسنتم استقامة الظهر أحسنتم هل ظهر نورة مستقيم هنا؟ أحسنتم يا طلابي هنا ظهر نورة مستقيم نضع دائرة على صورة نورة هنا نضع دائرة على صورة نورة هنا جلسة صحيحة ورقم اثنان ماذا ترون؟ هنا نورة تجلس هل جلستها صحيحة في الفصل؟ لا ورقم ثلاثة هنا نورة تجلس ورأسها من حني إلى الأمام وأكتافها من حني إلى الأمام هل جلستها صحيحة؟ خاطئة لا أضع عليها دائرة ورقم أربعة هنا ماذا ترون؟ هنا نورة مستلقية هل جلستها صحيحة؟ أثناء الكتابة خطأ أحسنتم لا أضع عليها دائرة هل انتهيتم؟ نضع دائرة على صورة نورة الأولى لأن جلستها صحيحة داخل غرفة الصف أحسنتم يا طلابي هنا نقم اثنان لون صورة التي تدل على طريقة الجلوس الصحيح ماذا ترون هنا؟ هنا الصورة رقم واحد ورقم اثنان أين الصورة التي تدل على جلوس الصحيح؟ رقم واحد أحسنتم رقم واحد ما بها؟ استقامة الظهر أحسنتم رقم واحد جلوس صحيح أحسنتم يا طلابي ورقم اثنان هل رقم اثنان جلوس صحيح؟ هل جلست هنا الطالب أثناء الكتابة صحيحة؟ لا لماذا؟ لأن الظهر منحني إلى الأمام وجلسته والرأس والظهر كله منحني إلى الأمام وجلسته خاطئة ماذا نلون؟ أحسنتم نلون الصورة الأولى ننون الصورة الأولى هي هي الصورة الصحيحة أحسنتم نلون الصورة الأولى أحسنتم يا طلابي وطالباتي ننتقل للنشاط رقم ثلاثة أرسم دائرة حول الجلسة الصحيحة داخل السيارة الصورة رقم واحد ماذا ترون هنا السيارة الحمراء؟ ماذا يفعل الولد؟ يخرج رسده من النافذة هل تصرفه صحيح؟ لا خاطئ لأنه ماذا؟ يعرضني للمخاطر وجلسته هل هي صحيحة؟ خاطئة لماذا؟ لأنه لم يربط حزام الأمان أحسنتم يا طلابي هنا جلسته خاطئة ورقم اثنان أحسنتم يا جلسة صحيحة لأنه يربط حزام الأمان أحسنتم رقم اثنان جلسة صحيحة لأنه يربط حزام الأمان أحسنتم يا طلابي نشاط رقم أربعة هل هذه الجلسة صحيحة أمام جهاز الكمبيوتر؟ صل بين الوجه المبتسم والصورة ماذا ترون هنا؟ هنا الولد يجلس أمام جهاز الحاسب الأهلي هل جلسته صحيحة؟ أحسنتم يا طلابي أصله بالوجه الغاضب أم الوجه الباسم؟ أحسنتم بالوجه الباسم أحسنتم لأن جلسته صحيحة هل انتهيتم؟ أحسنتم يا طلابي نشاط رقم خمسة صل بين الجلسة الخاطئة والنتيجة المترتبة عليها رقم واحد هنا يجلس على اللابتوب على الأرض هل جلسته صحيحة؟ خاطئة أحسنتم ورقم اثنان هنا هنا آلام في الظهر ورقم ثلاثة هل هو جلوس صحيح؟ أحسنتم يا طلابي هنا جلوس صحيح فرقم واحد هو جلوس خاطئ يترتب عليه آلام في الظهر نصل بين رقم واحد ورقم اثنان هنا هنا تترتب عليها آلام في الظهر أحسنتم يا طلابي ونشاط رقم ستة ضع صح أسفل الوضعية الجلوس الصحيحة رقم واحد هل هو جلستها صحيحة أحسنتم يا طلابي جلسته صحيحة رقم اثنان خاطئة مثل الدمية أحسنتم يا طلابي لا أضع عليها ورقم ثلاثة كذلك خاطئة لأنها إلى الأمام أحسنتم يا طلابي قد وصلت إلى نهاية الدرس يجب مراعاة التالي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم اتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة طريقة الجلوس الصحيح ومارستها في الحياة اليومية التوصيات الحص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة ومن حولنا قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معليمتكم حصرميح إلى اللقاء